دكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة دكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة أهمية الدور الذي يطلع به مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مجال تعزيز التسامح والتفاهم إضافة إلى نشر ثقافة السلام والتعايش المستمدة من جوهر النهج الحكيم والمستنير لجلالة الملك المعظم منوها إلى أهمية التجاوب مع الدعوة الملكية السامية إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية ومنع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في الزراء الأديان أو التحريضي على التعصب والتطرف والإرهاب وحذر رئيس مجلس الأمناء من خطورة استمرار تفاقم الأوضاع في قطاع غزة في ظل معاناة المدنيين وانهيار البلاد التحتية مبينا أن مملكة البحرين تتبنى موقفا ثابتا تجاه كافة القضايا الإنسانية وتؤمن بأهمية الاستثمار في السلام كسبيل وحيدا لضمان الأمن والرخائي للجميع اشتركوا في القناة